السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة قبل ساعات قليلة جدا من مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا فكل الناس تقول يا رب كل الناس تدعي من اوروبا ان النادي قال يكون موفق النهاردة ان شاء الله ونطلع بنتيجة مطمئنة وبشباق نظيفة ان شاء الله المباراة صعبة بالتأكيد مباراة صعبة جدا امام منافس له افضلية في النهائيات امامك في اخر نهائيين ولكن الحمد لله الجهاز الفني بالكامل بالكامل اشتغل على كل اللاعبين على ان خلاص الماضي كان ماضي واختيار محمد هاني من وجهة نظري لم يكن من قبيلة صرفة البحتة ولكن محمد هاني تعرض لضغوط شديدة جدا في نهائي البطولة الماضية فقصة اختيار محمد هاني مش بس انه احد كبات الفريق ولكن ايضا الرسالة واضحة احنا مفيش حاجة اسمها كعب عالي على فريق او اخر احنا قطحنا بالفريق ده من النصف النهائي فالفين وعشرين هزمناه زهابا ايابا كل الامور مهيئة ان انت بتلعب مباراة الحاضر ما بتفكرش الاطماضي ولا بتفكر في مستقبل بعيد فقط لا غير بتفكر في مستقبل قريب وهو مونديال الاندية وتأكيد جدرتك بالوصول الى مونديال الاندية لان انت كده كده واصل انت ولداد لمونديال الاندية فيا رب يا رب تكون النهاردة او الليلة ليلة النادي الاهلي ونحتفي بنتيجة مطمئنة بعد المبرأة ان شاء الله اي احداشر لعب هيلعبه بالتأكيد بالتأكيد قلوبنا ودعواتنا معه التشكيل المتوقع ما اعتقدش ان هيكون فيه مفاجآت عند مرسل قلر باستثناء وجود مصطفى شبير وده ما بقاش مفاجآة بالنسبة لناس كتير جدا ولكن مصطفى شبير او عالد في اي حد منهم هيلعب وان كان الاغلب مصطفى شبير هيكون في حراسة المرمى محمد هاني علي معلول محمد عبد المنعم مركز ياسر ابراهيم ولا متولي ده اللي ممكن يكون داير عليه يعني افضلية مين على مين في وسط الملعب السلاسي توقعاتي اللي هي مش هتخرج عن مروان عطية واليو ديانج وحمدي فتحي اللي انا اقولت لكم من البداية هو جاهز بشكل كبير جدا وان شاء الله يكون لدور مهم جدا في المباراة اليوم ولو مش موجود حمدي فتحي عمر السلاية قدم اداء جيد جدا الفترة الاخيرة وعمر السلاية يعني لعب نهائيات السلاسي الامامين ما اعتقدش هيكون فيه خلاف عليه برستا وحسين الشحات كعربة يا رب يوفقهم في هذه المباراة وفي هذا النهائي ونحتفل جميعا بالفوز ان شاء الله لكن رسالة لخمسين الف مشجع رجاء رجاء ما تروحش عند الاستاذ وانت معاكش التذكرة ما تروحش عند الاستاذ وانت مش معاك الفان اي دي روح ارجوك وانت ملتزم تماما بكل التعليمات هرصا على سلامتك هرصا على انك ترجع مبسوط ان شاء الله بنتيجة مطمئنة للنادي الاهلي مش عاوزين ندخل في اي خلافات مش عاوزين بعد كل مباراة نيجي نتكلم عن مجموعة او مشجعين تم القبض عليهم بسبب اي اعمال او بسبب اي حاجة فيها خروج عن القواعد المحفوطة حتى لو انت مختلف مع القواعد المحفوطة دي ولكن هي دي قواعد المكان وعلينا ان نقبل بقى ومعلش عشان خطري وعشان خطرك وعشان خطر اسرتك وعشان خطر اهلك روح شجع النادي الاهلي وبس يا رب كلنا نرجع فرحانين باذن الله بالفوز المطمئن خاصة وان تصريحات مدرب الوداد هي تصريحات تحمل فخ لو انت حللت تصريحات مدرب الوداد هتلاقي ده تصريحات مدير فني الان من قيمة النادي الاهلي الرجل ده بيركز على فكرة الانتقام والنادي الاهلي عنده الانتقام بيحاول يزرع عندك شوية قلق شوية توطر شوية اللعب على الانتقام وثاء عشان ياخد من تركيزك ده بالنسبالي بالنسبالي مدير فني بيلعب الحرب النفسية وقلنا ده من بدري قوي مع اول تصريح ليه ولكن احنا اشتغلنا على ده بشكل واضح جدا ابو الوافة اشتغل على ده بشكل واضح جدا مع كل لعبين ولكن انا بنقل لك ايه اللي ممكن يكون جوه المدير الفني ده اللي اكيد لقى بخمس مباريات مستوى الوداد اختلف تماما عن جريده ولكن هو واضح ان فيه افضلية معنوية بالنسباله وافضلية فنية للنادل اهلي فانا عايز اجرر للنادل اهلي لمعارك جانبية عن المواضيع الفنية عشان ابدأ اخد من رصيده الفني حتى في تصرحاته عن فكرة الخروج متعادل او بهزيمة مقابل هدف او بفارق هدف وروح اعوض في الوداد من وجهة نظر التصرحات ممكن الناس تشوفها اهو ده جايبين ايامنا زي بيت سمو سماني مكان بينايم الزمالي وكلام ده كله احنا مش بنعم ومركزين او مصحصحين او للتصرحات دي ولكن انا بقولك انتباعي الشخصي ان الراجل ده عارف ان الاهلي متفوق فنيا عارف ان الاهلي افضل فنيا حتى لما اتكلم عن خط هجوم النادل اهلي الخط هجوم النادل اهلي افضل فنيا وهو مش محتاج ان هو يقول ده ان هو يكون بيجاملك او بيورطك لان الحقيقة انت على ارض الواقع انت كهرباء تاني افضل هدف في البطولة انت بير ستاو الاكثر مساهمة في البطولة انت حسين الشحات من هدفين البطولة وبالتالي انت فعلا خطك الامامي خط اتقل فنيا من خط الامامي لفريق الوداد ان شاء الله نكون موفقين النهاردة والتوفيق يكون حالفنا وخمسين الف مشجع يكونوا زئيل اصول داخل استاد القاهرة باذن الله لان بالتأكيد المواجهة مع جماهير الوداد البيضاء المغربي هتكون صعبة جدا لكن اللي سهلها هي باذن الله نتيجة مباراة الزهب وبما انها بنتكلم عن مصطفى شبير وحرصة المرمى بالتأكيد لما حد بيعمل حاجة كويسة لازم نقول له شكرا لازم نقول له شابوه خاصة لو كان شريف اكرامي اللي تعرض لانتقرات بالتأكيد فيوقات كتير مننا كلنا كاهلوية ولكن النهاردة شريف اكرامي بيقدم الدعم بوضوح لمصطفى شبير ومع زملائك هتكون يا وحشة ابطال افريقيا هتكون يا وحشة ابطال افريقيا ان شاء الله ده شيء ايجابي جدا من حارس مرمى الناس كلها اجمعت على ان عقلية شريف في مكانة مختلفة تماما ربما بس هي نقطة اللي حصلت مع جماهير النادي الاهلي متعلقة بانتقار رمضان صبح ولكن في النهاية يعني لابد ان تقف احتراما لدعم شريف اكرامي لمصطفى شبير في توقيت بالفعل مصطفى شبير محتاج لكل هذا الدعم وبالتأكيد شريف اكرامي كان كابتن مصطفى شبير واعتقر ان شريف اكرامي عمل ده مع حراس مرمى اخرين حتى في اندية اخرى وده طبيعة الحارس اللي ما يكون مسؤول وحاس ان هو عارف قديق اللعب ده في التوقيت ده محتاج دعم فشكرا طبعا لشريف اكرامي وباذن الله ابن لوز عوام كابتن شبير في 84 كان عنصر وعلامة مؤثرة وفارقة في فوز النادي الاهلي على كانون يا وندي بركلات ترجيح وتصدر ركلتين لركلتين ترجيح ان شاء الله باذن الله يكون مصطفى شبير يؤدي الدور اللي عليه في مرة الزهب وباذن الله الشيناوي يكون في مباراة العودة تكتمل الصورة بالتتويج باذن الله ده بالنسبة للنادي الاهلي وفريق الوداد والحقيقة تلفتة طيبة جدا من الكابتن محمد خطيب اتصاله بسعيد النصير الرئيس الوداد وتمقنته على اطمئنهم منهم لأحوال البعثة ولو البعثة محتاجة اي حاجة النادي الاهلي موجود وان البعثة في ضيافة النادي الاهلي وضيافة مصر معززين مكرمين في بلدهم التاني والحقيقة دي لفتة طيبة جدا حريص النادي الاهلي ان هو يقفل كل منافذ الفتنة اللي بتصدر من اعلام مصري تجبان بين النادي الاهلي والاندي العربية ماشيين على الكتالوج كتالوج النادي الاهلي هنقفل كل المنافذ دي بعلاقتنا المباشرة مع الانديا ومع موسي الانديا وفيش افضل كمان من انك ترسل ممثل عن النادي الاهلي لزيارة عبدالله حيمود لابن الله ألف سلامة عمل عملية الزيارة الدولية هيغيب عن مجرد الزيارة والعودة وموجة نظر غياب مؤثر جدا لان الراجل ده كان الاعلامة او القطع الفارقة ما بين وداد جاريدو ووداد فندنبرج المدير الفني الحالي للوداد البيضاوي المغريبي على الجانب الاخر وفي الجانب الاخر وبعيد بقى عن البطلات وبعيد عن كل شيء وبعيد حتى عن كرة القدم الاسازة عمري قديب مبارح يعني منح دوش بارد جدا لرئيس نادي الزمالك المعزول بحكم محكمة القضاء الإداري والحقيقة أستاذ عمري قديب تكلم أو تحدث كزمال كاوي ان ازاي نادي الزمالك يكون واصل للمرحلة دي ده مش مؤسسة ده نادي معتمد على فرض ده بيدار من بيت المعزول وأولاده مستحيل تلاقي حد في نادي الزمالك يمنحك قرار مستحيل تلاقي حد في نادي الزمالك يقول لك معلومة ازاي احنا سكتين على الكارسة دي ازاي رئيس نادي يقول ل العمال امشوا لان انا لو مش موجود مش هتلاقوا تاكلوا وقام يعني قال له لو بوضو قال له احنا بناكل من بيت أبوك بالتأكيد بستاذ عمري قديب خروجه في التوقيت ده بالشكل ده مع استضافته لسيما يمان وهداء يعني اللي هو كان العضو اللي تم عزله في مؤتمر صحفي من رئيس معزول بحجم حكام القضاء الإداري اعتقد الحالة دي وراء شيء الحالة دي وراء حاجة الحالة دي بتقول حاجة معينة ولكن مع هذا الرجل المعزول بحكم حكام القضاء الإداري بقيت أشوف انها ربما تكون جوالات أخرى في الإلهاء لان القصة بوضوح شديد ان في حاجة في نادي الزمالك الراجل حاطت ايده على نادي الزمالك ولا أحد يتدخل وتطبيق اللوائح والقوانين مش موجود بصورة كافية داخل نادي الزمالك ولكن عجبني ان الأستاذ عمر قديب كان عارف قوي ان هو يتشتم بعد الحلقة وقال كده لسليمان وهدان احنا نتشتم النهاردة الغريب بقى ان أستاذ سليمان وهدان كان بيقول لك لأ ما اعتقدش ان احنا نتشتم ما فيمتهاش ويفتعا ده ازاي طيب ما فيمتهاش والأغرب بقى اللي هو بيقول ان قصة عزله من كبر رئيس النادي المعزول بحكم احكمة القضايا الاداري في المؤتمر الصحفي كانت على سبيل الدعابة ده ايه ده ازارت ايه الاوي ده سليمان يعني بسرعة سبيل دعابة ايه انا الحقيقة باخد الصورة كده بحطها قدام حضراتكم وان كانت هي مش مهمة على الاطلاق حاليا قبل مبارات الاهي والوداد لكن ما كانش ينفع نعدي الحدث ده ونأمل نأمل من وزيرة الشباب والرياضة تطبيق اللوائح والقوانين دون اعتبارات شخصية ودون قلق من اي افراد او اي اشخاص ونأمل ان نادي الزمالك يعود لجماهير نادي الزمالك يعود لمجلس ادارة قادر على انه يتخذ قرارات دون الانتظار لشخص واحد حتى لو كان معزول دعوتكم باذن الله النادي الاهلي يفوز النهاردة هنتظر في تعليقات حضراتكم توقعات حضراتكم للمباراة شايفين القصة ازاي متفاعلين ولا قلقانين تشكيل المباراة الامسل من وجهة نظركم الاهم نتيجة المباراة ومين ممكن يتقلق من النادي الاهلي ومين ممكن يسجل اهداف وان شاء الله ما نلاقيش اي نتيجة مباراة فيها اي توقع على اهداف في مرمى النادي الاهلي لان مهم جدا تطلع بالكلين شيت وده اللي اكد عليه مارسيل كلر قال ان النهائيات مختلفة تماما النهائيات بتبدأ من انك تحافظ على نظافة شباكك ثم تسجل اهداف في مرمى المنافسين وده فلسفة مهمة جدا ان كولر يعتمدها النهاردة تحديدا في مباراة الذهاب كولر اللي قال الماضي للماضي احنا عندنا دلوقتي الحاضر والنهائي للماضي كان من مباراة واحدة وفي ارض المغرب حاليا النهائي ذهاب واياب حتى لما تحدث عن الاصابة وتحدث عن الشناوي قال الاصابة القدرية والدور المرة دي في الاصابة جالي الشناوي ولكن انا واصف في كل لعبتي وواصف في حراس المرمى وواصف في اي لعب هيلعب مباراة الغد لان عندنا فريق من لعبين متميزين حتى محمد هاني عجبني في تصرحاته وان احنا بنفكر في النهاردة وفيش حاجة اسمها كعب علي يارب يارب كل ده يترجم على ارض الواقع لفوز النادي الاهلي النهاردة على الوداد شوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق الجميع سلام